أنا سمع أنه قد يكون هناك اتجاه داخل اتحاد كرة القدم بتطبيق نظام الدور الواحد على الدور العام المصري الممتاز هل الكلام ده نسمعه لمجرد السمع ولا الكلام ده حصل بالفعل وأنا عارف أن أنت كان لك لقاء مع حد مهم لو عايز تقول بس يا كامتن وأكيد في البداية يعني خلينا متفقين أن السنة الجاية سنة السنائية طب تكلم على موسم في عدم بطرات كبير جدا سواء من الشارك في نادي الآلية أو حتى الفرقة المصرية في دوري أبطال أفريقيا وابطولة كاس كونفيدرالية بتتكلم كمان على تصفات كاس عالم ثم كاس أمم أفريقيا فأنت بتتكلم على أول 6 أو 7 شهور ده غير بس تعداد أولمبياد فأنت بتتكلم على 6 أو 7 شهور يا أحمد الدنيا فيها مضغوطة بشكل كبير جدا اللي أنا عرفته يعني ومتأكد منه أن فيه اتجاه أكيد كبير جدا جواد تحاد الكرة يمكن فيه توافق داخل تحاد الكرة المصري على قصة تغيير نظام شكل دور المصري ولكن هو السؤال هنا هل قرار تغيير شكل دور المصري هو قرار تحاد الكرة لأ هو قرار ربطة الأندية المحترفة اللي هي بتنظم بطولة الدورة المصري الممتاز طيب الأتجاه جواد ربطة الأندية تجاه جواد ربطة الأندية أقامت الدورة بشكله طبيعي ولكن التحدي الكورة في جابها كده بيقودها كابتن حزم إمامن هو شايف لابد من تغيير شكل الدور المصري الممتاز بجانب طبعا يعني كلف الحج عامر حسين بعمل تصور جديد الدوري لو هيقام بنظام الدول الواحد ويبقى فيه عشرة بنفسه على الفوق وعمل النبوط أه لا تماني وضعوا حاجات زي كده يعني وقال لك دع لنظام الدوري بلجيكي ونحن شايفين ممكن يطبق السنة الجاي بشكل استثنائي ولكن كابتن هيقابلهم أزمة كبيرة جدا هي رفض الأندية تقدم التفقين للأنداية ترفض يعني حتى لو كنت أكلم مصدر كبير جدا يعني فيه الرابطة وقال لي حتى لو إحنا قررنا ده محمد القصة كلها للأنداية قبير جدا ولا تاني أكبر لا يعني شخص شخص مسؤول قال لي القصة كلها تبقى برضو ويقرر رايح لدورين بشكل طبيعي ورغبة اتحاد الكورة إحنا بتتنقل لنا وشوفنا التصور وكل حاجة وأكيد ده شكل كويس واستثنائي وكل حاجة بس الأندية لما هيتعرض عليها بقى فيه رفض ولكن المفاجأة بقى كابتن أن روي فيتوريا مبارح خلال المؤتمر الصحفي هو لمح أن عنده اقتراح قالوا للمسؤولين في اتحاد الكورة البصري وهيقولوا للمسؤولين اللي هم هينزموا بطولة الدورة يعني لربطة الأندية بشأن الفترة الجاي راجل حتى بعد الطلبات اللي عاوزها قبل أمم أفريقيا وقبل تصفات كاس العالم الطلبات دي طبعا مش هتنفع مع نظام الدورة بودورين أنت بتتكلم على أنه عاوز شهر أو ما يقترب من الشهر قبل أمم أفريقيا عايز قبل كل تصفات كاس العالم ياخد كل اللعيبة اللي هو محتاجها قبل أي وقت عشان يعمل معسكر بيهم الراجل شايف أنه أول سنة في تصفات كاس العالم يقدر يفوز بربع مطشات على الأقل في التصفيات عنده مطشات هو شايفة على فكرة سهلة مش شايفة صعبة بتتكلم على أمم أفريقيا وعاوز على الأقل ينفس فيها ثم بعد كده بقى يشوف مصيره مع منتخب مصر هيكمل وشايف أن الدور المصري ما ينفعش يبقى مالوش بداية ومالوش نهاية والحد اللحظة دي أنا معرفش يبتدي أمتى والحد اللحظة دي في جوالات في كل دوريات العالم والدوريات الإقليمية كلها بدأت وبقالها أكتر من 3 أو 4 أو 5 جوالات وإحنا ما عندناش ولا دوري بدأ وفضله شهر وقبل ما يبدأ الراجل يا كابتن بلغ اتحاد الكرة بالأمس أنه موافق على اقتراح النظام الدول الواحد وقال لهم لو عاوزيني أنا أقنع الناس أو أقنع الأندية أنا ممكن أتكلم مع الأندية وأقنعهم لأن ده فصالح اللعيبة بتاعت الكرة المصرية لهم عاوزين أن منتخب مصر يكمل في أمم أفريقيا ويكمل في تصفات كاس العالم لكن غير كده مش هتطالبني بحاجة أن اللعيبة عندن تبقى مجادة هو عنده ناتي أنت بتكلم في معسكر يعني مكبر أنه ما يخدش كل اللعيب تنادي الأهلي أن اللعبت النادي الأهلي مش زنبها برضو أنها بتلعب سوبر أفريقي ما أنت كم نادي في مصر عندك بيلعب كم البطولات دي بسبب أنه هو بيفوز ببطولات مفيش غير النادي الأهلي فالسوبر الأفريقي جي بوز كل التفكير بتاع الراجل أنه كان عاوز ياخد ماتش إثيوبيا فماتش تونس بشكل قوي السنة الشعر الجاي كابتن برضو على حسب معالمتي في الجزائر في الكويت وفي زنبيا في القاهرة فأنت عندك ماتشين ودين جامدين برضو فكان عايز لعيبة كلها هيصطدم في شهر 11 هيبع عنده سوبر الأفريقي